الحاجة أم الاختراع وجائحة كورونا ولدت حاجات عديدة انبرى لها عدد من المبتكرين العراقيين الشباب يوسف شاهين مبتكر عراقي شاب أراد مساعدة الملاكات الطبية وعموم المواطنين فقام بابتكار الكمامة الألكترونية التي تعمل على تحديد مسافة آمنة بين شخصين وإصدار تنبيه صوتي عند تجاوز المسافة والأمر نفسه في حال نمس الوجه من اليد الملوثة يوسف ينتظر منحه شهدة براءة الاختراع كي يدخل ابتكاره حيز الخدمة جهاز تخدم تقنية الموجات الفوق الصوتية أترا ساوند ويفس هي تقنية مضارة نهائيا تعتمد على إرسال وإنعكاس الموجات الفوق الصوتية بحيث أي جسم يقترب من داخل هذا النطاق اللي يحدد الجهاز رح ينطي جهاز تنبيه للشخص داخل الأذن أنه أكو جسم اقترب داخل هاي المسافة تم تقديمه بشكل رسمي للمكتب العراقي لبراءات الاختراع كانت حقيقة في غاية الاحترام والاهتمام بالموضوع لكن هذا الجهاز كشيء يعني ممكن يكون إلى فدعال استثنائية أنه يتعلق بالفيروس فممكن يعني يتمنى أنه يسرعون بالإجراءات حتى يعرضوا على الجهاز المعنية حيدر مجيد مبتكر عراقي آخر يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية نجح في ابتكار جهاز كشف الحمى عن بعد باستخدام تقنيات حديثة وبإمكان هذا الجهاز أن يتعرف على درجة حرارة الجسم دون أي ملامسة وبات هذا الجهاز متاحا بعد إنتاجه من قبل شركات صينية ويابانية وأمريكية الجهاز تم صناعة اليوم والتسمين لهذا الجهاز هو جهاز الاستجاب الوبائي طبعا بإمكان هذا الجهاز معرفة وقياس درجة حرارة الجسم بصورة دقيقة جدا ثانيا توثيق الأشخاص من خلال البطاقة الوطنية أو الجواز ثالثا معرفة إذا ما كان الشخص مرتدي كمامه ولا طبعا يمكن استخدام هذا الجهاز في دوار الدولة المتمثلة بالقطاع العام وشركات الكبيرة والصغيرة المتمثلة بالقطاع الخاص هذا الابتكار يضاف لابتكارات أخرى أفرزتها جائحة كورونا فضان عن ابتكارات في مجالات الصناعة والزراعة تنتظر دعم المؤسسات الحكومية كي ترى النور وتتم الاستفادة منها ببرنامج دينار محمد جبر